بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً أخواني وأخواتي الطلاب والطالبات معكم الأستاذ عبدالله الراشد معلم تربية الإسلامية والقرآن الكريم سأشرح سورة المعارج سورة المعارج هي سورة مكية وعدد آياتها 44 آية وهي تتحدث عن استهزاء أهل مكة كفار مكة بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزائهم بالعذاب وأيضاً تبين مصير وعذاب المجرمين والكفار وأيضاً تتحدث إلى طبيعة وصفات الإنسان فلنستمع لهذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبراً جميلاً إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميماً يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بعدين استمعنا إلى الآيات الآن نأخذ المعنى الأجمالي لهذه الآيات سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ماذا سأل المشركين النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحد المشركين يدعى النظر ابن الحارث وهو أحد سادات قريش وكبارها وهو من أكبر المعاندين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعا على نفسه وقومه باستعجال العذاب فأخبر الله تعالى أن هذا العذاب ليس خاضعا لطلبهم وهو بتقدير الله تعالى يوم القيامة وهو آتي للمشركين والكافرين بعد ذلك الآيات ذكرت من أوصاف يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشواه تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى هنا معاني المفردات يوم تكون السماء كالمه أي كذائب النحاس وتكون الجبال كالعه أي كالصوف المنفوش حميم أي قريب يبصرونهم أي يرى بعضهم بعض نزاعة للشوا أي تنزع الجلود من الوجوه والرؤوس نزعة وهذا يوم القيامة التي تتغير فيه الأنظمة الكونية فتغلى السماء وتذوب مثل المعادن المنصهرة وصارت الجبال الرواسي كالصوف الواهم المنتفش وبعد ذلك من قوة المظهر لا يسأل أحد عن الآخر الكل في حاله علاج القرآن لطبيعة الإنسان هنا ذكرت صفات الإنسان يقول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ما هو الهلع والجزع والمنع الذي ذكر في الآيات أما الهلع فهو شديد الضجر لا يصبر على بلاء ولا يشكر والجزع هو اليأس وعدم الصبر أما المنع وهو كثير الإمساك شديد البخل بعد ذلك ذكر الله تعالى علاج هذه الصفات بالإيمان بالله تعالى والأعمال الصالحة قال الله إلا المصلين المصلين ليس فيهم هذه الصفات وهم الذين يداومون على الصلاة والذين في أموالهم حق معلوم من الصدقات والزكاة والذين يؤمنون بيوم القيامة بعد ذلك ذكر الله تعالى الجنة لأصحاب الأعمال الصالحة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم قير ملومين في هذه الآيات ذكر الله تعالى صفات المؤمنين ومنها العثة والأمانة يحافظون على الأمانة والعهد وأيضا الشهادة على وجهها أي يقولونها كما جاءت ولا يكتمون هذه الشهادة وبالأخير المحافظة على الصلاة وهذه صفات المؤمنين وأصحاب الجنة بعد ذلك نهاية المكذبين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين كان المشركين إذا سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن أقبلوا إليه مصرعين إلى مجلسه يجلسون عن يمينه وشماله ليسخروا منه حتى إذا سمعوا وصف الجنة كانوا يقولون أن أصحاب محمد سيدخلون الجنة فنحن أولى منهم لأننا أشراف العرب وساداتها فنزلت هذه الآية الآن أخواني وأخواتي الطلاب نأخذ بعض أحكام النون الساكنة والتنوين النون الساكنة أي فيها سكون والتنوين إذا أتى بعدها حر من الأحرف سنعرف الآن ما هو الحكم الأول الإظهار الإظهار الحلقي وهو إخراج الحرف من مخرجه من قير زيادة في القنة ولها ستة حروف الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء من الآيات من سورة المعارج نستخرج مثال تدعو من أدبر وتولى من أدبر وهنا النون ساكنة بعدها همزة من أدبر فتقرأ من أدبر النون ظاهرة الحكم الحكم الآخر الإدغام وهو حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني مثل من الآيات على أن نبدل خيرا منهم خيرا منهم تنوين بعدها ميم حروف الإدغام في كلمة يرملون وهو قسمين بقنة وبغير قنة الإقلاب وهو قلب النون الساكنة والتنوين باء وحروفه حرف واحد وهو الباء مثال على ذلك يومئذ ببنيه يومئذ ببنيه تنوين أصبح كالميم يومئذ ببنيه وهذه بعض أحكام التجويد أسأل الله تعالى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة